بسم الله الرحمن الرحيم مرضانا الكرام قبل منبدأ بنسأل الله أن يعافي الجميع وأن يتم عليهم نعمة الشفاء أنا اسمي محمد أمين صار أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض الماضية كلية الطب جامعة عين شمس الحقيقة أنا النهاردة بصدد سؤال مهم جدا أكيد حضراتكم كلكم تسمعوا عن الأمراض الفيروسية اللي موجودة عندنا وفي غير عندنا يمكن أن نهاردة هتكلم عن موضوع مهم بتناولوا أسئلة كثيرة وهو موضوع فيروس B الحمد لله فيروس B أقل انتشارا بكثير في مصر من فيروس C والحمد لله إن مرض فيروس B من الأمراض التي يمكن مقاومتها ومنعها من الحدوث من الأول فعشان كده لازم نعرف مع بعض إيه هي الوسائل إحنا ممكن نمنع بيها فيروس B أول حاجة مهمة جدا وأنصح بها كل إنسان مش كل مريض كل إنسان إنه هو يهتم بتطعيم ولاده وبناته التطعيم دلوقتي متاح في وزارة الصحة ومتاح من التسعينات وهو تطعيم إجباري لازم ما نحملش فيه خالص لأنه التطعيم قد يقي بنسبة تقترب من 100% من الإصابة بفيروس B اتنين المرض ده بينتقل عن طريق الدم ومشتقاته وبالتالي أي ممارسة خاطئة تعتمد على هذا المدخل ممكن تؤدي للإصابة بفيروس B على سبيل المثال مثلا إن الواحد يستعمل أدوات المريض المصاب أو إنه يروح لأماكن قص الشعر اللي ما بترعيش تخيز الإجراءات الصحية السليمة أو استعمال بعض الأدوات وخصوصا السرنجات استعمال متكرر كل دي ممكن تكون وسائل لنقل العدوى قبل ما الإنسان بياخد نقل دم أو مشتقات نقل للدم لازم يتمكن على المكان اللي فيه إنه هو مراعي الشروط الصحية السليمة قبل ما يتعامل مع الطبيب الأسنان لازم يتأكد أنه الطبيب ده ملتزم بتعقيم الأدوات والأجهزة اللي بيستعملها تعقيم السليم لكن الحقيقة ما نقلقش وما نخفش من الاختراط مع مرضى فيروس B فيروس B بينتقل عن طريق الدم أساسا ومن الزوج إلى الزوجة وبالعكس إنما إن أنا أختلط بيهم إن أنا أكل معاهم إن أنا أسلم عليهم كل ده لا ينقل فيروس B إنما فيروس B ممكن مقاومته ممكن منعه من الأول بالتعلمات الطبية الصحية السليمة بالممارسة الصحية السليمة وبالتتزام بتطعيم الأطفال وتطعيم الكبار اللي ممكن يكونوا عرضة للإصابة بالمرض زي المخالطين للمرضى العاملين في الأطباء ومن الأطباء في المستشفيات وهيئة التمريد العاملين في المعامل الطبية المختلفة كل دون لازم نقيهم بالتطعيم ونتمنى لكم دائما موفور الصحة والعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة